بسم الله الرحمن الرحيم طلاب وطالبات الصف الخامسة العدادية السلام عليكم وأهلا بكم درسكم لهذا اليوم صفحة 6 مجددا وللمرة الأخيرة طبعا عزيز الطالب في دروس سابقة اشرحت لك زمنين مختلفين اللي هم المضارع البسيط والمضارع المستمر إن شاء الله بدرسك لهذا اليوم أشرح لك وأترجم لك وأفصل لك ما موجود في هذه الصفحة اللي تعتبر مهمة جدا جدا لأن تعتبر مراجعة بالإضافة إلى الترجمة طبعا هذه الصفحة تعتبر لسن ون الدرس الأول لليونت ون للوحدة الأولى وعليها تمارين بالاكتيفتي بوك صفحة 2 و3 ولو تلاحظ العنوان why لماذا are you writing لماذا أنت تكتب to you ماذا إلى أمك فهنا هي سئلة ليش تكتب لأمك مثل ما موجود بالصورة عزيز الطالب هذا مثل ما تلاحظ زمن الجملة هنا مضارع مستمر شون عرفنا أول شيء الفعل يحتوي على ing وثاني شيء قبل r فلماذا أنت تكتب إلى أمك إنها يقول listen and read أصغي وأقرأ لازم تقرأ آنياك ولازم تعرف الترجم ولازم تعرف معنى الجملة ولازم تعرف هاي الجملة بيازة من نجع آنياك أول ما يبدأ المحادثة فاريد فاريد يقول يقول why are you writing to your mother لماذا أنت أو إي أنت لأن اللي قدامنا أليكس لماذا أنت writing تكتب to your mother you أنت live in the same house أنت تعيش في نفس البيت and you see her وأنت تراها everyday كل يوم إنه بنجي للأزمنة أول جملة قبل شوي شرحت لك ياها زمنها مضارع مستمر ليش لينعدي low is low or low am وفعل بيها ينجي خلاص مضارع مستمر أما الجملة الثانية فهذه مضارع بسيط شون عرفتها استاذ يعني الفعل الرئيسي شبي مجرد وبالمضارع البسيط يكون الفعل الرئيسي أما مجرد يأما يحتوي على s زين استاذ هنا ليش مجرد لأن الفاعل جمع إذا كان الفاعل جمع لازم الفعل الرئيسي شيكون مجرد أما إذا كان مفرد مثلا يهي لازم يحتوي على s إذن هاي مضارع مستمر وهاي مضارع بسيط بعد نجي المستمر يعني هسا اللي دي يصير حاليا شوف كتابة قاعي يكتب هسا أما البسيط فهي حقائق وعمل روتيني وبالحقيقة فعلا أليكس يعيش مع أمه بنفس المنزل ويشوفها يومي إذن حقيقة وعمل روتيني متكرر إذن هذا مضارع بسيط وهذا مستمر أليكس أليكس راح يجاوب فريد على هذا سلش تكتب إله وتتعيش إياه بنفس البيت أليكس راح يقل I know أنا أعرف أدري لكن لكن it's mother's day tomorrow إنه يوم الأم غدا يوم الأم فريد راح يقل فريد tell me أخبرني more about it الكثير عني عود هذا شلو يوم الأم يا ستار أليكس راح يجاوب راح يقول well حسنا it's a day إنه يوم in the spring في فصل الربيع when عندما you say أنت تقول thank you شكرا لك to your mother إلى أمك for everything على كل شيء فهذا يصيحول اليوم يصيحول Mother's Day راح ننجي لهذه الجملة بعد يضيف أليكس يقول most people معظم الناس give يعطون the mother of them caught بطاقة on the present طبعا present هذيه يعني فلاورز أزهار ساعة شال ما رأي شنو فلوس أي شيء أما cord هاي بطاقة يكتب بيها فتشيء الأمة لو تلاحظوا شايف فيها أغلبنا عزيزي الطالب لكن لو تلاحظ هنا نشوف زمن الجملة شنو most people معظم الناس give فعل رئيسي مجرد إذن زمن الجملة مضارع بسيط لاحظ مضارع بسيط زيان ليش مجرد أن نفعل جمع أما إذا كان فاعل مفرد فلازم بيأس most people معظم الناس give يعطون the mother of whom a call بطاقة on the present وكذلك هذيه هنا present معنى هذيه وتجي present symbol نجي المن نجي لي بعدها فريد فريد really حقا يعني متفاجئ حقا what have you got for her ماذا أنت جلبت لها جبت لها what have you got for her ماذا أنت قد جلبت لها Alex رح يريد عليه إيش جايب لها flowers أزهار on chocolate والشوكلة chocolates معناها الشوكلة flowers الأزهار on chocolate والشوكلة فريد رح يقوله is there يباوع المن يباوع للكتابة اللي عنده البطاقة اللي عنده ش رح يقوله رح يقوله is there a poem هل هناك قصيدة يعني هاي قصيدة in your mother's day code في بطاقة يوم الأم اللي عنده قاعد تكتب لها قصيدة Alex رح يقوله yes رح يقوله yes نعم listen to this اصغي إلى هذا طبعا رح أقراها كلها وبعدين نترجمها حتى تبين على أنه هي قصيدة يقوله on this special day I'm writing to say you are the best mother in every way ولو تلاحظ day say way على الوزن والقافية ترجمتها on this special day في هذا اليوم الخاص I am writing أنا أكتب to say to say للقول you are mother in every way لو تلاحظ فريد رح يقول that's noise هذا لطيف Alex رح يتساءل يقوله don't you send mother's day codes in a rock ألا شوف هنا هذا يعني شو نقول mix خلط بين السؤال وبين النفي سؤال لو تلاحظ أنه الفعل المساعد جاي قبل الفاعل والنفي مع الفعل المساعد الجاي not don't you don't you يعني ألا أنتم أو أنت ترسل send mother's day codes بطاقات أعياد أعيد الأم in a rock في العراق فريد رح يجاوبه are you joking هل أنت تمازحني تشيا قوياي يعني أنتم ما ترسلون بطاقات بيوم الأم we send نحن طبعا هنا هنا مضارع بسيط جملتك لأن عندك don't هنا هذا مضارع مستمر لأن عندك are you joking هل أنت تمزح we send نحن نرسل birthday cards اللي هي بطاقات عيد الميلاد بطاقات عيد الميلاد and عيد cards وبطاقات العيات عيد الفطر عيد الأضحى وإلى آخر but لكن هذا فريد يقول but لكن we never نحن لم send نرسل mother's day cards اللي هي بطاقات يوم الأم هذه إحنا ما نرسلها لكن بطاقة عيد ميلاد إي إلها نرسل وبطاقة عيات الأخرى عيد الأضحى عيد الفطر المبارك وإلى آخر عزيزي الطالب هذا بالنسبة إلى جواب فريد أليكس رح يسأل فريد رح يقول where are you going أين أنت ذاهب فريد يا فريد وعلامة استفان طبعا زمن الجملة هنا مضارع مستمر ليشتين عند يار وعدي ING إذن هذا مضارع مستمر أين أنت ذاهب يا فريد فريد رح يجاول يقول to buy لكي أشتري a mother's day card اللي هي بطاقة يوم الأم for my mom لأمي يوم الأم أو عيد الأم for my mom لأمي she is هي also the best هي كذلك الأفضل طبعا هاي الجملة ما قاعد يشرحها بيا زمن لكن أنا أريد أن يشرحها لأن بها فكرة مهمة جدا جدا لو تلاحظ ال is عزيز الطالب وال r وال am يشتغلن مع زمنين مختلفين يشتغلن مع المضارع البسيط ويشتغلن مع المضارع المستمر خليها ببالك زين استاذ شون أفرق ال is وال r وال am إذا أجه فعل في انجي معناها مضارع مستمر أما إذا ما أجه معناها مضارعaime شوفي tunnels Is أكوِ انجي لا إذا هاي مضارع facebook بسيط زين خلي نقول لي هنا r إش إجا وراها ing إذا هاي مستمر خلينا نقولي هنا is إذا إجا ing مضارع مستمر زين is ما إجا انجي مضارع بسيط r وما إجا انجي مضارع بسيط عام ما إجا انجي مضارع بسيط فاتخليها ببالك عزيزي الطالب الاس والار والام يشتغلن مع المضارع البسيط والمضارع المستمر شون نفرق اذا اجي انجي معناها مستمر واذا ما اجي معناها بسيط عزيزي الطالب دو الان دو اكسرسايز اي ان بي حل النت تمرين اي وبي ان بي اكتيفتي بوك في كتاب النشاط الازمنة اللي شرحت لك يا في درس السابق هي present simple المضارع البسيط والمضارع المستمر وهذا اخذنا عليها جمل يقول complete the rule اكمل القاعدة نحن نستخدم المضارع البسيط كلمة for معناها الدائم situations المواقف الدائم يعني شلون اليكس دائما يعيش وياما لو تلاحظ بما انه دائما اذا لازم present simple on things والاشياء that happen regularly والاشياء التي تحدث بانتظام العمل الروتيني المتكرر يوميا اروح للمدرسة يوميا العب كرة قدم فهنا ايضا لازم نضارع شنو بسيط اما المستمر لا لازم هسا دي يصير مثلا انا هسا قاعد اسجل قاعد ادرس فهذا لازم مستمر يقول write ps اكتب لي ps present simple ال ps اللي هي اختصار مضارع بسيط or present continuous اللي هو اختصار المضارع المستمر next to each green sentence لكل جملة هساش اريد من عندك تروح تشوف الشرح مرة اخرى اللي انا قاعد عليها مضارع بسيط خلي ps واللي قاعد عليها مضارع مستمر خلي pc no الان do exercise هسا حلنا التمارين اللي موجودة في كتاب النشاط ان شاء الله احل لك يا وافصل لك يا عزيزي الطالب لحد هنا قد انتهى درسي اللي هو صفحة 6 درس الاول من الوحدة الاولى انتظروني في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا